إجراءات ضد والي نسابق حول تبديد أراضي استنفت قراراته لواكيل النيابة الأعلى السابق في كسلع حول شط بإجراءات قانونية مقيدة ضد والي كسل السابق آدم جماع وكشفت مصادر المطلعة للانتباهة أن الإجراءات التي أتهم فيها جماع بتبديد أراضي حكومية تصل قيمتها المالية مليارات جنيهات إذن قضية والي كسلع ألا تفتح الباب لإجراء مراجعة شاملة لملف الأراضي بكل الولايات في السودان؟ هو يعني ليس ملف الأراضي وحده قضايا الفسادية كثيرة ومتعددة التي خلفها ورسها النظام السابق للنظام القادم ولا بد أن تكون هناك إرادة حقيقية وعازيمة خاصة أنه هناك اتجاه لتغيير كل الذين شغلوا المناسب العليا في القضاء والنيابة العامة وبالتالي لا بد أن يكون الملف مراجعة الفساد والمفسدين هو أول الخطوات الأساسية التي ينبغي أن تطلع عليها الحكومة القادمة خاصة وأن هناك كثير من الأموال بددت نتيجة استغلال النفذ وربما قد تكون قضية الأراضي في كسلة هي واحدة منها لكن مشكلة الأراضي وقضية الأراضي في الولايات وكسلة الآن تحديدا هي المشكلات الأكثر التي اعترضت وعوقت عملية الاستثمار في الولايات أستاذ أشرف يعني كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع هذا الملف تحديدا قضايا الاستثمار هي في أساسها واحدة من إشكالاتها هو قانون الاستثمار نفسه والطريقة التي كانت يتم التعامل بها من قبل النافذين مع المستثمرين فقد كانوا يقبلون كثير من الهدايا والرشة في مغابل تسهيل أعمال كثيرة فلا بد من مراجعة هذا الوضع الأخلاقي المهم فيما يتعلق بالاستثمار كسل أما بالنسبة لقطاع الأراضي فهي فعلا كثيرة وملفاتها معقدة ولكن من السهل مراجعتها لأنها هي أمام الناظرين وأمام الواقع فالكل يعرف أن هذه الأرض تم بيعها يوم كذا والذي ملكها هو فلان الفلاني وبالتالي إن كان يحق له ذلك فمن حقه وإن كان لا يحقه له في إطار المراجعة يمكن استعادة هذه الأرض إذن لا إشكال في هذا الجانب برأيك ما هي أكثر مطبطة والتحديات التي يمكن أن تواجه الحكومة الانتقالية في قضايا الفساد أكبر هذه المطبطة التي يمكن تغيرها إذا تم حجب كثير من المعلومات في الفترة الفائتة لأنه كانت الفترة الأولى من السورة انشغل الناس بكثير من القضايا وأبرزها قضية فضل اعتسام وخلافه هي جعلت الفترة الأولى من السورة لا تهتم أو ليست هناك إرادة حقيقية كانت تجاه محاسبة المفسدين ربما مكنتهم من سحب كثير من الملفات التي كان يمكن أن تفيد المجرى العدالة ولكن هناك الشهود عدل يمكن أن يتبرعوا بكثير من المعلومات التي في أيديهم ويتنبغي أن يكون هناك صح والضمير من كل الذين يعملون في المؤسسات وكانوا ينظرون إلى الفساد وينبغي أن يغدمون هذه المعلومات إلى العدالة حتى تفيدها في مجرى التحقيقات نعم إذن أستاذ أشرف سنتقل إلى اليوم التالي ومنها نتحدث عن أزمة الرقة وأتعبت المواطن كثيرا وهي أفسط متطلبات الحياة التي يجب أن ينالها نطالع اتحاد المخابز أزمة طاحنة في رغيف الخبز والحل خلال الأسبوع أقر الأمين العام لاتحاد المخابز جبار الباشا بأزمة طاحنة في رغيف الخبز وتوقع انفراجها خلال الأسبوع وحذر الباشا في حديثه لليوم التالي أمس الأحد شركات نقل الغاز من عدم الالتزام بأسعار وزارة النفط والغاز التي حددت أسعار رسمي لغاز المطابق بواقع ألفين جنيه للطن وعزى أمين اتحاد المخابز الأزمة لعدم الالتزام المطاحن بحسطها من الدقيق للمخابز في كل عطلة تعيد تتكرر هذه الأزمة ويتم تبريرها بذات هذه التبريرات متى سنخرج من هذا مربع؟ قياب الرقابة في الفترة الفائتة نتيجة السيولة التي تعيشها البلاد هي ربما تجعل كثير من هذه الأزمات تطل برأسها بين الفترة والأخرى فالحل الوحيد هو أن تعود الحكومة ويتم تشكيلها ومن ثم تؤسس جهاز رقابي قوي على مثل هذه الخدمات لأنها ضرورية وأساسية ومن شأنها إسارة البلبلة والصخط في أوساط المواطنين ولا أستبعد أيضا وجود من يحاولون أن يزكوا هذه البلبلة في أوساط المواطنين لعلهم يستفيدوا منها في صناعة الثورة المضادة لها كثير من الأهداف يمكن أن تكون هي جزء مما يحدث ولكن الرغابة هي الأساس في حل ومعالجة مثل هذه الأزمات حتى وإن كانت هذه الأزمات تبدو عصية نعم البعض يرى أن هذه الأزمة مفتعلة فرأيك هل هذه الأزمة فعلا هي مفتعلة؟ إذا أخذنا جانب محدد يمكن أن نقول أن السلطات كانت ينبغي لها أن تلتفت إلى ذلك فهي كانت تعيد لك إلى الاحتفالات بالتوقيع على الاتفاق وتعلم أن هناك رصائد وليس يزورون السودان وتعلم أن هناك وضعا مختلفا وجديدا من شأنها أن يكون ففي التالي كان عليها أن تطلع بكل مسؤولياتها وتوفر أدنى مقيمات العيش الكريم للمواطن حتى لا تكون هذه واحدة من الإشارات السالبة للعهد الجديد إذن يتحمل المجلس العسكري هذه الخطوة مهما كان لأنه واضح أن هناك إشكال حدثة وشوه صورة البلاد في أيام هي تحتفل فيها بعرسها بعد تحقيق الصورة والحلب الكبير أيضا هناك حديث عن وجود مافيا من عدة أشخاص تحكم في الدقيق وتوزيع أيضا ما هو المطلوب لإيجاد حل جذري لهذه المافيا ولمراقبة ومتابعة ومحاكمة هذه المافيا أحد المسؤولين في اتحاد المخابس ذكر للجريدة قبل أيام أن المشكلة الأساسية كانت في إحجام بعض الشركات في توزيع حصص الضغيق بالشكل كامل لكل المخابس والإشكال المتعلق بالغاز والعمالة إذن المشكلة حيثياتها معروفة فحتى لا نرميها على المافيا المشكلة ويبدو أنها في ثلاثة أشياء عدم وصول كميات الدقيق بالصورة معقولة عدم توفر العمالة ارتفاع أسعار نسبة الغاز إذن كل هذا يعزى للرغابة وعدم المتابعة من السلطات المحلية لا توجد مافيا في تقديري يمكن أن تؤثر حتى الآن بشكل كبير على هذه المسألة مداما المسألة في يد السلطات حتى وأن السلطات بالنسبة لها الأمر واضح فأحد الشركات قامت بتهريب حوالي ألف جوال دقيق وضبطت في الدمازين فهذا يعني معناه أن بعض الشركات تحاول تتلعب بالحصص نعم إذن لكن كيف تفسر عدم وصول هذه الحصص إلى المخابس تحت ذلك؟ ما لعدم وجود الرغابة إذا كانت هناك رغابة حقيقية يعني من قبل في عهد النظام البيت لما عندما حدثت هذه الأزمة اضطر حتى جهاز الأمن نفسه أن يكلف بعض أفراد الأمن بمتابعة الحصة من الشركة وحتى المخبز إذا انتهاسي واحدة من أدوات الرغابة كانت تفسر أن جهاز الأمن في تلك المرحلة يسيطر على كل الأمور في البلاد حتى مسألة توزيع الحصة الخاصة بالضغيق ولكن الآن هناك غياب تام للرغابة لأن البلد تعيش في حالة من السيولة ومن عدم المتابعة لأنه لا توجد حكومة إذن أتوقع انفراج لأنه في النظام البيت كانت هذه الأزمة أيضاً مستفحلة بهذه القيفية نعم نعم أنا لا أتحدث عن محاسن لنظام البيت في هذه المسألة ولكن كنت أتحدث عن الطريقة التي يتم بها توصيل حصص الضغيق يعني لإضطرار النظام البيت حتى بإيفاد فرد من جهاز الأمن من جهاز الأمن لمتابعة مسألة وصول الضغيق إلى المخابز فهذه المسألة تؤكد أن هناك إشكال وتلاعب يحدث كما تحدث الفريق البرهان في لقاء مع أحد القنوات الفضائية بأن الأزمة المتعلقة باللغوط تتعلق بأن بعض الشركات تقوم ببيع أجاز المدعوم الخاص بالمواطن للشركات التي من المفترض أن يباع إليها تجارياً والفريق كبير جداً جهاز الأمن الآن هو غير موجود كجهاز رقابي حتى يرسل أشخاص من الاختصادي حتى يتابعوا هل المسؤولية كاملة هي مسؤولية من الآن؟ المسؤولية هي مسؤولية في الأصل هي مسؤولية السلطات المحلية والرقابة هي رقابة المحليات يعني هي وليست رقابة لها علاقة بجهاز الأمن وما كان ينبغي أيضاً لجهاز الأمن أن يتدخل في هذه القضية ولكن المشكلة الأساسية الآن هي في الرقابة المحلية هناك تقعص واضح من قبل الذين يعملون في المحليات تجاه هذه القضايا فهم من المفترض أن يكونوا مسؤولي المسؤولية مباشرة والمسؤولية الأكبر من المجلس العسكري الذي كان يدير دفة الأمور